موسيقى ونبدأ يومنا في شلالات هاي شلالات قريبة داخل مدينة بكت روحها يعني ما في داعي انك السيارة لها المسافة بعيدة حتى عشان تدى اليوم طالعين شوي متخرين نشوف هالمناظر الجميلة هاي هماكن جدا جميلة في شعر المطاب ما شاء الله هاي ظاهر خلاص ومخليات بان نشوف لقمعتين هم على التحت يعني ها ظاهر الحصاد مالهم خلاص هذا بزواف شوفوا هالمكان الجميل ما شاء الله فنشوف مين ياخذنا هاذا الطريق مثل ما قلتبكم قبل نحن نخليها رحلة وليس توجها شلالات كانت تحت بس الطريق هاذا سيدة بس احنا خضنا يمين خلقنا هالمسعاد هذا احنا بل روح ونشوف وين جمال الطبيعة يأخذنا يا صلاام يا صلاام والله براد مع ان درجة الحرارة يعطي ثلاثين ثلاثين لكن المحسوسة في العشرينات لكن إذا أتي تحت الشمس لا في حرارة شوي فيها شوية رقوبة موجودة يعني ما هو أصل الحكاية هلا ها اتبرد شوي اها اوكي 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 اتبرد قليلا لوالي مواذا غرفة ادي مواذا أنا أخبرك أنا عندي مشكلة في الأكتاف هنا وقلت يمكن ضربة الشمس هنا شوية علاجة تكون آها يعني مقصودة مقصودة هذا احترق أصمع أوردي أنا محروض بمني محروض بس أنا حماية شوية أوردي محروض شو تطالع الأخ؟ طالع مويهر أنا بعدي أطالع طالع المراهج نزال مصور؟ 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 مثل ما كنت يقول تحولت إلى رحلة وليست وجهة كنا رايحين شلال لنفس المنطقة هاي لكن شوفنا الشارع هاذا فقلنا خلنا نروح نشوفها نستكشه انت حالة صحيبة من الياس نعم والله حلوة بقعة صراحة حلوة الشارع هذا حتى شباب مستمتعيب هناك معلومة عن طايلة وهذا صراحة شي جميل صراحة شوفوا مثلا منطقة هاي اللي احنا جاعدين نمشي بها شوارع وممكن نهاية الشارع هذا قد يكون بيت واحد فقط او عائلة بيتين ثلاث بيوت فقط لكن تم التكلفة الشارع هذا لغاية ما يوصلهم وكذلك الكهربة موجودة يعني الامر هذا صراحة عندهم شي جيد بيبنية تحتية تبطرق وطرق جدا كثيرة عندهم ما شاء الله يعني حتى لو راح تطلع من من الاسفلت او من الجار وبتمشي طريق الفراد قد يكون هذا داخل المزرعة او منطقة خاصة والمسافة كلها ما تتعدى يمكن امية 200 كحد اقصى ممكن كيلو تمشي فيها اللي هو الفراد لكن عدا ذلك ما ما فيه ما فيه صراحة شي جدا جميل هذا اللي يخلي السياحة في البلد هذي ملتزم يعني الدخل الاول لاقتصاد تايلند هو السياحة واو 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 روعة خيال مش مبالغة شوفوا الواحد مو بلازم توقع امشي اربعين ثلاثين عشرين اجواء حلوة اجواء باردة بليل اشجار بس انتبع لا تدخل داخل الحراش لا تدخل لان تعرفون لما كنها يتكثر فيها البحاعي والكوبرا و تمنوا الكلام اللي قاعدة قوة ممكن بيت هذا بيت صيادين هذا بيت صيادين موسيقى عبارة موسيقى اوه سبحان الله العقل زينة العقل نعمة نشخبط على عمرة نشخبط على ينبة ثقافات موسيقى نشوف الحين بوسيف وين رايح يوقف هنا هذا كوفي كني عقب بنشوفها مش غلط يعني بده اهات هذا مكان جديد دقت بطانها دقت بطانها الدراجة هل هم بو يمعه؟ ها؟ يا ربه يا أخي كم أنت عظيم يا أبو سيخ؟ أبو سعيد؟ كم هو عظيم هالمخلوق؟ يا أخي عظيم جزبان يولك المخلوق أيوه 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 استمتع استمتع يا بقو شكرا لكم خلصنا الاستراحة في هذا المكان الجميل ويانا بو يمعه لحق علينا وارحين منشوف لنا الطريق ثاني ومتعة جديدة أخرى خلصنا استراحة في هذا المكان الجميل وراح نتحرك إلى متعة أخرى أو مكان ثاني طبعا بو يمعه اليوم تأخر علينا الصباح شوي والتحق فينا ووصلنا اللهم لك الحمد والحين قاعد انطفرنا على الشارع الرئيسي ونحن نطالعين باذا واحد أحد أيوه هذا أبو يمعه وننتظر باقي الشباب يطلعون لا 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 ما في شيئ بس الجهات الى صار من ناكبت تدق ونحن نازلين دقات من التحط اردت التحط نستثمر طريقنا بعد يلساتنا الرائقة اللي كانت على السيفة صراحة اليوم في عندي شغلها حلوة من طارق من أصحاب الحمام شوهو شو صوالي لا نجزء الزجاج نجزء الزجاج ترسمي نجزء الزجاج نحن نزل سلطان الله سلطان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة